هنروح نشوف دلوقتي في مباراة منذ يعني ساعات قليلة مباراة الاهلي واسموحة 2001 وانتهت بفوز الاهلي في الدقائق الاخيرة في الدقيقة 90 وفوز 1 صفر على نادي اسموحة نروح نشوف مع بعض هدف اللقاء شباب يلا غريب 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 سهل العابة في اتجاه محمد ياسر 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 يصبط راجل عده هندبون لمسة يد عبد النبي العابة طويلة كريم وعدي تصويبا محمد رضا يصبط الراجل مرتد السريعة في اتجاه مرمى النادي الاهلي صالح سموحة جابر جابر ومع جلال يا ولد يا ولد يا جلال كريم احمد سايد عبد النبي لعبة عرضية ودر رأسية جول 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 هدف قاتل للنادي الاهلي هدف وقت قاتل هدف قاتل للنادي الاهلي الولد ده محمد ياسر لكنه وعا تنسى صاحب الموال والأساس للعب احمد سايد عبد النبي اللي لعبة عرضية مفيش اجمل ولا احلى ولا اروع من كده هدف من الهدف الحلوة احرازه اللعب محمد ياسر بالمناسبة لا محمد ياسر ده اشترى النادي الاهلي السنة الفاتت من شربين وكان موجود في الفيرة دي كابتن احمد سراجل بنديله برضو حقه والسنة دي موجود معهم الكابتن ياسر رضوان اللي ما شاء الله عامل شغل هايل مع فريق 2001 ومعاه طبعا الكابتن معتزئين ما شاء الله 2001 بيحقق العلامة الكاملة ايضا في دوري 2001 عايزين نشوف الهدف مع بعضي تاني يا ريت مخرجنا محمد دكروري يعرضننا الهدف هدف من كرة عرضية التحرك كمان احلى من محمد ياسر معنا الهدف طيب ماشي هيعرضونا الهدف دي لوقت الحلو في الهدف مجرد ان الباكرايت بيعمل العرضية فالنهاردة التحرك بتاع المهاجم محمد ياسر يعني تحرك واعي من المجلز احنا شايفين الكرة هنا راحت للباكرايت ناحية اليمين اول ما هو بحط رجله النهاردة فيه تحرك على العرضة الاولى وده تحرك مميز جدا تحرك بيمتاز بيء المهاجم محمد ياسر محمد ياسر من الخامات ايضا المبشرة ان شاء الله نشوف خلال فترة اللي جاية بيتمرن كمان مع الفريق الاول